ماذا تروح تجيب لي شركة أمريكية تعبانة وتعطل لي شركة السيمس؟ اليوم التعاقد ليش دايسة روية شركات محددة؟ مع العلم أن هناك شركات أكثر رصانة وإلها اسمها وثقلها ببقية الدول وسوت إنجاز اليوم أنا ليش أطر أن أتعاقد بشركات معينة وأسماء محددة؟ نعم هنا يأتي دور المحتل الأمريكي هذا الاحتلال الذي جثم على صدور العراقيين من 2003 لحد الآن ربما يكون هو اللاعب الأكبر وهو الحلقة الأخطر لأنه هذه الشركة التي أنا ذكرتها هي شركة أمريكية بالمقابل كانت هناك شركة منافسة لها بل هي ليست في مستواها أرقى منها بكثير شركة السيمس إذا ما عرفنا بأن السيمس لها تاريخ مع العراق ولكن لأنها هي لا تعود لأمريكا تعود لألمانيا أو شركات متنفذة وباستطاعتها هم جاءوا بهذه الشركة الأمريكية وببعض الشركات حتى عربية لكن رديئة ليش رديئة؟ لأنه تقبل الرشوة ربما شركة السيمس لفخامة الإسيم لتاريخها العريق لا تقبل بأن تعطي رشاة مقابل خدمات رديئة بينما بعض الشركات يقول لك ما هي منطيك نسبة 10% أنا ما بس أطيري أموال وبالمقابل راح يجيب لك كهرباء ضعيفة راح يجيب لك كهرباء هزيلة راح يجيب لك محطات تعبانة عندها أول مطرة أو عندها أول تحميل للطاقة يصير بها انفجارات هذا هو السبب الحقيقي نعم بندس